السلام الخير وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من الموجهة موجهتنا الأولى النهاردة ضفتي فيها تكون الكاتبة الصحفية لصيدة فريدة الشباشي هنتكلم معاها عن أكثر من ملف الأول هو دور مصر المتواصل في دعم القارة السمراء في دوق تخرج 94 مشارك بيمثلوا 37 دولة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفارقة أما المحور الثاني اللي هنتكلم معه فيه أيضا فهو الأساليب القادرة لجماعة الإخوان الإرهابية لاستقطاب بعض الشباب وغسل عقولهم مع بث الأفكار المتطرفة ليكونوا مستعدين لتنفيذ مخططاتها المسمومة ضد المصريين في المحور الثاني أو الجزء الثالث من حوارنا مع الأفزة فريدة هنتطرق لجرائم إردوغان في حق الشعب والدورة الليبية وتنفيذه لمؤامرة نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا لتحولها إلى بقرة للعناصر التكثيرية والمتطرفة دي المواجهة الأولى أما المواجهة الثانية فهيكون لقاء مسجن تم تسجيله مع سيد شام توفيق وزير قطاع الأعمال العام هنعرف منه حصاد ما تحقق في الوزارة في ملف تطوير صناعة الغزل والنسيج وإيه حكاية النظام الجديد لتجارة القطن محليا وأهم أهدافه إيه وإيه اللي أنجزته الوزارة في خطة حصر الأصول غير المستغلة بشركات القطاع العام وكمان هنتكلم عن كيفية استعداد الحكومة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية وغير الكهربائية أيضا في مصر وإيه اللي حصل في ملف الإصلاح الإداري والتشريعي للكيانات والقطاعات التابعة للوزارة كل الأسئلة والمحاول دي هتلاقوا ليها إجابات في مواجهتنا التانية المسجلة مع سيد شام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لكن الأول نروح معاكم لمتابعة خبرية سريعة لأهم الأحداث خلونا نبدأ أخبارنا بنشاط السيد الرئيس النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاسم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ولوى أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني السفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان خصوصا في قطاعات تطوير المناطق العشوائية والإسكان الاجتماعي وتطوير القاهرة التاريخية والعاصمة الإدارية الجديدة ومدن الجيل الرابع في أنحاء الجمهورية الرئيس السيسي النهاردة كمان اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وكان حاضر الاجتماع وزراء الكهرباء وأيضا الإنتاج الحربي المالية قطاع الأعمال العام والنقل والتجارة والصناعة ورئيس الهيئة العربية للتصنيع ورئيس هيئة الرقابة الإدارية وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة الاستراتيجية القومية لتوطين صناعات وسائل النقل ومكوناتها في مصر خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع تلك اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان خاصة في قطاعات تطوير المناطق العشوائية والإسكان الاجتماعي وتطوير القاهرة التاريخية وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة ومدن الجيل الرابع في أنحاء الجمهورية فضلا عن شبكة محطات معالجة المياه في المحافظات وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتوسيع نطاق جهود تطوير المناطق العشوائية بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم أسوة بما قامت به الدولة من تجارب ناجحة خلال السنوات الأخيرة في هذا الإطار كما وجه السيد الرئيس بتكثيف جهود تطوير القاهرة التاريخية لإبراز دورها كمركز ثقافي وحضاري وسياحي وذلك بالتناغم والتكامل مع جهود التوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض الخطوات التنفيذية وتطور الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة المرافق الرئيسية ومنطقة النهر الأخضر وحي المال والأعمال والمناطق السكنية المختلفة كما تم التطرق إلى المخطط التنموي الاستراتيجي لجميع قطاعات ومحاور الساحل الشمالي فضلا عن الموقف التنفيذي لمدينتي رأس الحكم الجديدة والسويس الجديدة وكذلك عدد من المشروعات بمدينة العالمين الجديدة كالمدينة التراثية والأكاديمية العربية والحي اللاتيني والمنطقة الترفيهية والمجمعات السكنية كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والإنتاج الحربي والمالية وقطاع الأعمال العام والنقل والتجارة والصناعة والسيد رئيس الهيئة العربية للتصنيع والسيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية الاجتماع تناول متابعة الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة وسائل النقل ومكوناتها في مصر مع التركيز على مستقبلي صناعة السيارات والأوتوبسات الكهربائية وقد وجه السيد الرئيس بالتركيز على الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة المتمثلة في المركبات الكهربائية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال للاستفادة من خبراتهم وكذلك أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذا الصدد بهدف إنشاء مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية في مصر وفتح مجال التصدير إلى دول المنطقة أخذا في الاعتبار شق العائد الاقتصادي والبيئي من استخدام الكهرباء بدلا من الوقود التقليدي وقد تناول الاجتماع استعراض كافة الجوانب التصنيعية والمالية والتجارية لاستراتيجية توطين صناعة السيارات وكذلك التحديات المختلفة ذات الصلة وذلك في إطار توجه الدولة للتوسع في المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال استخدام الغاز الطبيعي أو الكهرباء للسيارات كوقود متوفر محليا واقتصادي ونظيف وبمناسبة توجهات الرئيس السيسي بتوسيع نطاق جهود تطوير المناطق العشوائية بمختلف المحافظات خلينا نروح لجهود الدولة المستمرة في ملف تطوير العشوائيات وتوفير سكن كريم وآمن لأهالي هذه المناطق وزي ما هنشوف دلوقتي الصور اللي موجودة أو اللي هتكون موجودة على الشاشة إزاي الأهالي كانوا بيعيشوا في عشش زي مناطق زي ما حدكم شايفين قلعة الكبش وبطن البقرة والدويئة وغيرها من المناطق الدولة قدرت أن هي توفر سكن كريم من خلال مشروعاتها اللي تم تنفذها ونقل أهالي هذه المناطق العشوائية إليها زي الأصمارات والخيالة ورودة السيدة زينب والمحروسة واحد واثنين الدولة رصدت 32.5 مليار جنيه لتطوير المناطق غير الآمنة و350 مليار جنيه للمناطق غير المخططة ضمن رؤية مصر العشرين تلاتين احنا معانا على التليفون لأستاذ إيهاب الحنة في منصق عام صندوق تطوير العشوائية من مجلس الغزرة باش مهندس مساء الخير سهلا خير سيد رؤية معانا سهلا أهلا وسهلا بحضرتك معانا في المواجهة قل لي إلى أي مدى شايف يعني أن الدولة مهتمة بملف المناطق العشوائية وتطويرها من خلال طبعا يعني عملك ووجودك على هذا الملف والعمل عليه أنا برحب أقول بأستاذ المشاهدين وبس حيث أنا ممكن أقول في الأول رقم كده ممكن أعتقد ده حيوصل للرسالة قد احنا يمكن الصندوق أنشئ بعد صقوق صخر جديدة في 2008 بقرار جمهوري طبعا احنا من يوم ما أنشئ الصندوق من غاية 2014 كل الاتصرف على قادية أو ملف تطوير العشوائيات كان 650 مليون تاريبا احنا يمكن لما أخذنا التكليف من أستاذ الرئيس لما إبدأ التكليف أن احنا نقضي على المناطق الغير أمينة خلال سنتين ابتدينا من 2016 حددنا أن احنا عندنا 357 منطقة فيهم حوالي 222 ألف وحدة سكنية أنا عايز أقول لحضرتك أن من 2016 إلى الوقت اللي احنا حاليا فيه احنا صارفين تعدينا ل22 مليار جنيه اعتقد الرقمين دول حيوضحوا جدا أن احنا في حوالي 6 سنين صارفين 650 في 3 سنين صارفين 222 مليار جنيه ولسه فيه ارتباط بعشرة مليار كمان فأعتقد ده يعني الرقمين دول بيوضحوا مدى اهتمام القيادة السياسية في ملف تطوير العشوائيات هيل طب الدولة من خلال مشروعاتها يباش مهندس إلي نفذتها لنقل أهالي المناطق العشوائية قدرت أنها يعني تنفذ أحد أهم بنود حول الإنسان هو الحق فيه سكن نظيف وملائم وكريم شايف ده إزاي وإزاي بنرد به على أي حد يتحدث عن حقوق الإنسان في هذه الجزئية صحيح الكلان دي دايما خدت احنا بقينا بقولها دلوقتي إن الموضوع ما بقاش خلاص محتاج إن احنا ندافع عن حضية لأن اعتقد يعني الوضع الميداني بيثبت الحق في السكن والحياة الكريمة اللي وفرتها الدولة أنا عايز يمكن إحنا جلنا زيارات كتيرة جدا من بلدان عربية أو من يعني كان آخر وفد يكيني كان جاي من خلال البنك الدولة عشان يشوف التجربة المطرية وأعتقد دي حاجة يعني بتعني كتير جدا للناس اللي شغالين في المجال يمكن لما حصل الناس امظهروا إحنا يمكن تعمدنا إن احنا نخليه زوره تلت نمازج مختلفة من تطوير العشويات طبعا وملف التطوير طبعا يعني دي قضية كبيرة جدا ودراسات كتيرة جدا حصلت فيها يمكن احنا يعني ما كانش في نجاح لفترة كبيرة جدا من غير مستدينة بقى فيه فكر جديد بيتستاخد فيه خيادة سياسية دعيمة جدا للموضوع يمكن احنا دائما بيقول إن مشكلة تطوير العشويات إن احنا عندنا نضرف أراضي عندنا مشكلة كبيرة جدا في التمويل الحمد لله المواضيع دي كلها تحلت بقى فيه فكر جديد التنزبان يمكن بيلقينوا الناس من داخل المدن أو من قلب العاصمة ويودوهم فيه أماكن بعيدة بعيدة عن دفعوهم بعيدة عن العلاقات الاجتماعية بتاعتهم فبالتالي كان بيروحوا بعد ما بيستلموا وحدات السكنية بيستبوها ويرجعوا تاني يعملوا مناطع شوائية جديدة الدولة يمكن بالتكر اختلف شوائية دلوقتي احنا يمكن بقينا يعني فيه أراضي بنعمل فيها أعمال صناعية علشان نمهدها عشان تصلح للجنع يمكن أكبر دليل على ده اللي هو مشروع الأصمرات احنا بقول لي يمكن دائما بنتكلم عن مشروع الأصمرات الناس يمكن مش فكرة ان هو ده المشروع الوحيد احنا طبعا احنا عندنا مشروعات في كافة عنحاء الجمهورية بس هو يمكن مشروع الأصمرات لأنه هو ثلاث مراحل فيه 18.200 واحدة سكنية فمشروع ضخم جدا احنا بنتكلم دخل في 100.000 نخمة تقريبا فقوة بشرية كبيرة جدا المشروع مستقر يعتبر تدينة أفتين فيه بقاله بتحوالي سنتين ونص أو ثلاثة دلوقتي عشان كده المشروع مستقر احنا بقول لحيك ان الكهات دي ظهروا يعني احنا شافوا الأصمرات شافوا مشروع تطوير مسلس مزدير اللي هو يعني استخدمنا فيه ألية اللي هي أعادة التخطيط يعني إعلان منطقة منطقة أعادة التخطيط شافوا منطقة زي روض السيدة اللي كان يطلق عليها فيه مسابق تل العقاري يعني مشروعات مشروعات كتير الحقيقة والدولة مهتمة بيها مهندس إيهاب انا بشكرك طبعا شكرا جزيلا لكن مهم ان احنا يبقى عندنا لقاء مطول نتكلم فيه بتفاصيل أكتر عن هذه المشروعات طبعا ان شاء الله يعني يكون فيه فرصة ان حياتك تشرفنا في السوديو نوعا نتكلم فيه كل هذه المشاريع بالتفاصيل انا بشكرك شكرا جزيلا خلينا ننتقل لإنجاز آخر الإنجاز المتواصل في العاصمة الإدارية النهاردة وزارة الإسكان نشرت فيديو بيوضح آخر تطورات العمل بالأحياء المختلفة في العاصمة الإدارية الجديدة خلينا نشوف هذا الفيديو ونرجع نكمل اشتركوا في القناة 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 وتحويله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كهدية اشتركوا في القناة نحن نحن تقوية اشتركوا في القناة بنا برنامج اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والتعارف مصرية اشتركوا في القناة ومنتهي التحديات اشتركوا في القناة كانوا في القناة يعني مفهون اشتركوا في القناة يكفر اشتركوا في القناة وفي القناة وفي القناة وفي القناة يقتل الجنة وفي القناة العشواء هم اشتركوا اشتركوا فيها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يتخيل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي القناة اشتركوا في القناة كله يسندهم لان دول بييجوا دول انا دائما بقول يعني مصر بعد سنة الاخوان كانت يعني في حالة مش مصر يعني يعني طيب عايزين نروح لجرائم النظام التركي وجرائم الطاغية والديكتاتور اردوغان الحقيقة في ليبيا المرصد السورية اسازة فريدة لحقوق الإنسان كشف عن وصول اعداد المقاتلين السوريين اللي ارسلتهم تركيا للقتال في ليبيا إلى نحو 2900 مرتزق فيما وصل أكثر من 1800 مرتزق آخرين إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب طبعا شايف الأرقام دي ازاي أنا شايفة أنه هو الراجل ده يعني ما فيش عنده غير العمالة ولذلك حتى تشوف أنت اللي عنده في القنوات كلها عمالة وتشوف كده بيتحط موقفهم زمان وموقفهم دلوقتي بعد براهه عنده هو النهاردة كان عايز يستولي على البترول بتاع سوريا فعمل اللي عمله ده كله في سوريا دلوقتي سوريا الجيش العربي السوري الحمد لله تقريبا طهر سوريا كلها فالأستاذ أردغان عمل إيه؟ قال لك هعمل فيهم إيه دول مدى حتى خايف ياخدهم عنده لأنه عارف أنهم قتلة يعني وإرهابيين فراح واخدهم وموديهم ليبيا اللي يجنن بقى هنا إيه؟ اللي يجنن هنا أن لما الوزير السابق الفرنسي ساركوزي اتفق مع الرئيس السابق الأسبق يعني زلال نيكولاس ساركوزي نيكولاس ساركوزي لما اتفق معه بطول أطلانتي إنه عشان يشيلوا القزافي وطبعا إنجلترا كتبت ساهمة معه ودول حلفة أطلانتي كتبت ساهمة معه وطلعوا يجروا وراحوا شيروا القزافي عشان يعملونا ديمقراطية طب بعد الخراب اللي في ليبيا ده ما جريوش ليه يلحقوها ليه سايبين أردوغان النهاردة يدخل خد كل الجماعة اللي كانوا في إدلب واللي كانوا في شمال سوريا اللي هو كان بيستخدمهم ضد نظام السوري ضد الرئيس بشار الأسد خدهم كلهم دلوقتي بياخدهم في حتة تانية شوف هو بيلعب فيهم يعني لعبة مزدوجة ديها كم واجه أولا بياخدهم يوديهم ليبيا يوديهم ليبيا فبياخد فلوس من قطر تمام؟ وأكيد بياخد سروات من ليبيا كمان وبعدين بعد دي بقى كمان بيهدد أوروبا يعني بيبتز أوروبا لما أوروبا تقول له مثلا يقول لها لأ أنا يتشوفوا لي بقى تدوني فلوس يتعملوا بشكل أي حاجة يعني يا إما هبعتهم لكم يعني أبعت لكم دي كالنهار قريت حاجة في مجلة فرنساوي أنه كان فيه تهديد بأنه بيرجعونهم الأطفال بتاع الدواعش شوفي كمان الدواعش دول شوفي مخهم يعني يتموا أطفال لسه في سن صغيرة جدا يعني وفرنسا استخدت مش عارفة قد إيه كم طفل مؤخرا لأن قالتك طب هنعمل إيه ما نقدرش نسيبهم كده في الخلاق يعني في البتاع فهو يلعب اللعبة يعني هو دلوقتي أنت عارفة زي الإرهابي رئيس العصابة أنا عندي جماعة بتاع السوريا النهاردة كان بيقول أنه هو عايز يروح يعمل كان بيلم إدلب عشان يروح تاني يحارب في سوريا كذاب المجتمع الدولي فين وهو فين التزامه وده السؤال الأخير سوزا فريدة من قرارات مثلا مؤتمر برلين بأنه مبقاش في تدخل ومبقاش في سلاح حتى قرارات الأمة من التح يعني إيه إنت مين إنت بالزبط علشان تعمل كل ده لماذا يسكت المجتمع الدولي أنا رأيي أنا طبعا رأيي طبعا هتقوليه أن أنا عقلية مؤامرة وأنا موافقة أنا رأيي أنه هو عنده ضوء أخضر من الأطلانتي وخصوصا من الرئيس من النيتو من النيتو لأنه لسه كان رئيس إيمانويل مكرون بيقول بيقول هو رايح ومودة صحيح سفينة بحلها ده معقولة لو ما كانش مسنودة على حاجة معقولة ليه هو إيه يعني هو مين أردوغان ده مين وبعدين جاء طلع لنا الأول كان جاي عمل نفس ورع وطقي وخليفة المسلمين وراجل يعني هو خليفة الإرهابيين هو خليفة الإرهابيين وبعدين يعني الأشد وطأ كمان أنه هو دلوقتي بدأ يقولك ورس أجدادي يعني أنت شفتي راجل يعني عنده ريحة المفهومية يعني يجي يكلمنا بعد التحرر بتاعنا ده وبعد ما احنا بنتطلع أن احنا شوفي القرعة الإفريقية عن الاستعمار عايز يرجع أنا بشكرك جدا شرفتنا ونورتنا الكاتبة الصحفية لستاذة فريدة الشباشي كالعادة بنسعد بيكي شكرا وشوفك إن شاء الله في حلقة جايب شكرا شكرا لحضرتك هنروح لفاصل وبعد الفاصل مواجهة تانية لقاء مسجل مع سيدة شانتة وفي وزير قطاع الأعمال العام استنوا سالخير وأهلا بحضرتكم في المواجهة المواجهة موجودة معاكم النهاردة من خارج الستوديو للحديث عن ملف مهم جدا وهو ملف قطاع الأعمال العام احنا موجودين داخل الوزارة للحديث عن كل ما يخص هذا القطاع هنتكلم عن الغزل والنسيج وعن شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام هنتكلم عن الإصلاح الإداري وإيه اللي بيتم في هذا المجال هنتكلم عن القوانين المنظمة كمان اللي بتساعد الوزارة إن هي تقوم بعملها وتحقق أكبر قدر من المكاسب ممكن وإن هي يعني تطور من هذا القطاع المهم هنتكلم بالتأكيد عن يعني أشياء بنسمع عنها على طول زي مثلا صناعة السيارات الوزارة بتقوم إيه في هذا الشأن التحول الرقمي الأصول غير المستغلة كل دي ملفات هنتروالها أثناء حدثنا النهاردة مع السيد الوزير هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام سيد الوزير أهلا بحياتك وأشكرك على صدفتنا النهاردة أهلا بسيد ريهام وأهلا بحضرتك تاني أهلا بك شرف لنا طبعا نكون موجودين معاك من خلال مواجهة للمرة التانية والحياة فات وقت يعني ما بين الحوارين أكيد في جديد عند حضرتك عايزين نتكلم فيه خلينا نبدأ بملف الغزل والنسيج والمحالج الأول قولي إلى أي مدى الوزارة شايفة أنه ده مجال وقطاع من الممكن أن احنا نخرج منه بمكاسب كبيرة للبلد يعني أنتو كلمني عن اهتمام الوزارة بالملف ده وبين ندخل لتفاصيل لا ما فيش شك أن أهم قطاع قولا واحدا في الدولة هو قطاع الغزل والنسيج لأنه روافد خلفية بالزراعة والتجارة تجارة اللقطان ثم روافد أمامية بصناعات مهمة كثيفة العمالة زي صناعة الملابس الجاهزة المنسوجات التجارة التصدير هذه كل عناصره أهم قطاع في مصر فبالتالي جت أهمية اهتمام فخامة الرئيس بالقطاع والحقيقة أنا أخذت تقريبا شهر ونص على بالمألميت بأسماء الناس بس اللي في الوزارة وفي الشركة القبضة ولقيت الدراسة معمولة وأخذت شهر ونص فقط للتدقيق فيها ثم العرض على فخامة الرئيس وعلى دولة الرئيس واعتماد الخطة وخلاص احنا تحطينا على الطريق من يونيو 2019 احنا بدنا في التنفيذ بتمويل معبري كان مليار ونص النهاردة بنحصل على تمويل معبري آخر بحوالي 9 ونص مليار وبضمنة وزارة المالية والمكان فتحنا اعتماد الجزء الأول منه وهيصلنا على ما اعتقد في مارس يبتدي يوء يصل يبدي التركيب خلاص احنا على التراك يعني ممتاز طيب خلينا نبدأ بالنظام الجديد لتجارة القطن محليا اش رح لنا اكتر يعني ايه النظام ده يستي الوزير وهلا يكون في محافظات بعينها الهدف ايه من وراء الهدف هو الحقيقة التنظيم الجيد احنا النهاردة كنا تركين الفلاح عرضة للتجار لانه ما كانش فيه مزايدات فالتاجر هو اللي بيروح للمزارع في الحقل بتاعه وممكن يكون بيديله مقدمات وبياخد منه احنا قلنا لا احنا عايزين نرجع تاني نعمل مراكز حكومية او مضارة بوسط الحكومة ومنظمة المراكز دي انا بيجيلي الاول الفلاح قبل المحصول قبل الجني وبيديله الكيس الجوت النظيف اللي هو بضمن به انه القطن بتاعي اللي جاي مخلوط ببوليستر او جاي مخلوط بعناصر مش كويسة فبديهاله في ايده وبطلب منه الفلاح ده كلام ده بطاقة الحيازة بتاعته وبطلب منه انه هو يسلمني القطن في المركز دي الحاجة الوحيدة اللي انا بطلبها منه انه هو يتحرك لحد المركز احنا عملنا تجربة كانت فيه الفيوم وبانيسوي فعملنا 17 مركز في المراكز الادارية هناك ده مراكز استلام اللقطان بيروح يسلمنا القطن بيتم فحص مبدئي وبعدين تاني يوم بيتم عمل مزاد من التجار على القطن بتاعه حسب الرطبة بتاعته والتصافي والكلام ده كله فبيحصل على 70% من قيمة القطن ده يوم المزاد وبعدها باسبوع الـ 30% التانية حسب النتاج النهائية بتاعت التحليل كده انا يعني اديت ثقة للفلاح انه في حكومة وراءة بتدعمه انها بتوفر له الكياس انها بتوفر له مراكز علشان التجار يعمله المزاد عليها ده ادى الى انه نسبة الغش اللي كانت بتصل للمحالج وبنشوفهاش في القطن اللي هو القطن الزهر قلت بصورة كبيرة جدا النقاء القطن اللي داقل في اول عملية تصناعية وهي الحليج بقى احسن بمراحل من السنين اللي فاتت يعني احنا عندنا لجنة كبيرة تبعت التجربة دي في الفيوم وبن السويف والنتائج الحقيقة كانت مبهرة ده كمان اللي زود النتائج دي بصورة يعني فارقة هو المحلج الجديد في الفيوم لان القطن اللي طالع من المحلج الحقيقة حاجة تفرح بالمقارنة بالاقطان انا بكلم عن القطن الشعر اللي طالع حاجة الحقيقة تفرح والواحد فخور انه هو يقول ان ده قطن مصري وتقدر يتبقى فرحانة لما تصدريه لكاليفورنيا مثلا والراجل يستلم هناك الامريكاني ويعمل سكانينج على باركود كده معمول على البالة يطلع له تاريخ القطن ده اتزرع اتحلق فين مركز اتجاه بمواصفات الغزلية بتاعة البالة دي فاحنا رحنا في حتة تانية ده المحلج الجديد اللي في الفيوم نقدر نقول انه هو هيبقى تجربة متكررة يعني فت الوزير في محلج اخرى احنا جربنا ده واخدنا موافقة من مجلس الوزراء انه كنا عاملين تعاقد بتلاتة احنا اجمالي المحلج الجديدة هتبقى 11 فاحنا قلنا لا انا مش هستنى نعمل اتنين وبعدين نعمل فوقيهم تمانية انا عايز اجيب العشرة الباقيين كلهم واخدنا موافقة من مجلس الوزراء انه اشتغل فيهم بالتوازي بنفس المحلج اللي احنا جبناه هنتفاوض عليه طبعا عشان اسعار عشرة غير سعر واحد انما هيجي ومتوقع انه هو باذن الله في الموسم الجاي ده اللي هو 2020 نقدر باذن الله ان احنا على الاقل لست محالج اخرى تكون متركة امتى ممكن نقول ان مصر يا ست الوزير رجعت لريادتها في صناعة الغزل والنسيق ده حلم بنبتديه الاول بالقطن لان دروا انظف قطني وبعدين انظف الصناعة بتاعتي فالقطن قدينة الحمد لله على الطريق بالنسبة للغزل والنسيق والصباغة والتجهيز احنا الصناعة دي المفروض كل عشر سنوات بكتير تغيري او تضيفي مكان للمكان الكويس اللي عندك احنا عندنا مكان المفروض يتخرد من عشرين سنة وحطينه جنب المكان الجديد المكان القديم فكله بيتخلط وكله يعني الامور مش مزبوطة فاحنا قلنا هنخرد اللي عاوز يتخرد اللي عاوز يتعمل له سيانة هيتعمل سيانة ويشتغل بكفاءة عالية زائد كمية مكان جديد امتى العقد عايز اقول لي 540 مليون يورو فكمية كبيرة جدا احنا جايبين حوالي فوق 800 ألف مرضا اللي هو بيعمل الغزول ومن اهم الشركات الأوروبية يعني المراض من من سويسرا نتكلم عن نسيج من ايطاليا والصباغة والتجهيز من سويسرا والمانيا فده المكان اللي احنا هنعيش عليه كمان 20-30 سنة على الأقل هيل طب بالنسبة لمشكلة التصدير والتسويق اللي كانت موجودة يعني ما حدش قدر ينكر كانت موجودة عندنا يعني قول لي بتتعاملوا معها ازاي وازاي تتغلبوا يعني على التحديات او الصعوبات ممكن تكون موجودة في الجزئية دي بنعمل في الشركة القبضة للجزل والنسيج وبقية شركات القبضة بس خلينا نركز على الجزل والنسيج بنجيب فريق تسويقي على أعلى مستوى وقلت لهم الراجل ده هياخد عناية بس يكسبني هيوديني معارض هيوديني للمستهلكين النهائيين في أوروبا وفي أمريكا وفي السعودية وفي كل حت فهيفتح منافذ للتوزيع داخلية أنا بوصل في بعض منتجاتي إلى أن أنا أكلم الريتيل الأفراد فلابد أنه يفتح لي شبكة الموزعين الداخلية الكلام ده كله إحنا يعني سبناه بقالنا عشرين سنة فإحنا بنبني من الصفر فأنا جاي فريق للتسويق علشان ما يسوق ليش منتج واحد ولا مصنع واحد ده بيسوق الصناعة كلها لأن إحنا وزعنا لما جينا عملنا الاستثمارات عملنا تخصص في عشر كيانات فكل كيان هو بيعمل حاجة غير التاني الراجل المسوق بتاعي ده اللي هو مركزي في الشركة القبضة هيبقى معاه شنطة في البرتفوريو كلها ها علشان إنه وقلت له أنت مش هتقعد يعني في الملف كله كله كل المحفظة كل الانتاج بالعينات بالمؤسفات بالكلام ده كله علشان نقدر نتكلم مع البرندات اللي هي بتعمل الموضة في أوروبا اللي هي أقدر أتعامل معها مباشرة ويبقى منك الكبار دور الأزياء في العالم نعم بصنع لهم يعني أنا بصنع لهم خدي بالك الملابس الجاهزة مش بتاعة القطاع العمال العام الملابس الجاهزة ده قطاع خاص وله علاقة بالموضة وله علاقة بالحاجة كل اللي بعمله بس إن أنا ببقى معتمد من جوتشي أو معتمد مش عارف من بيركر ده بقى معتمد علشان أقدر أو أوفر لهم الأماشة أو الفتلة حير وهم بيشتغلوا بقى على مع مصنعي الملابس الجاهزة على المنتج النهائي اللي هو بيروح له بس ضروري أمسك شنطتي وروح أعرض نفسي في كل حتة في العالم وقول لهم أنا جديد أنا القديم الجديد وبالتالي فيه يعني حد معين أو شركة معين هتبقى هي المعنية بالجزئة جزئة بالتسويل بنتعاقد مع حد بنتعاقد مع أحسن حد ممكن ألاقيه في مصر وأغلى واحد ممكن ألاقيه في مصر علشان يقدر إنه إنه العائد هيعوض وهو هيكسب لما نكسب أكيد طب دي أخبار مهمة من الأخبار كمان المهمة سيادة الوزير إن إحنا عندنا دلوقتي أو أصبح عندنا أو سيصبح حياتك قولي إحنا وصلنا لأي مرحلة أكبر مصنع للغزول في العالم صحيح الكلام؟ في المحلة إحنا كان عندنا كذا أوبشن في تحديث المحلة إنما لقينا إنه الأحسن إننا محدش المصنع أعمل مصنع جديد للغزول فبنعمل مصنع مصنع في 182 ألف مرد ده أكبر مصنع في العالم أظن اللي بعدنا في الهند 160 ألف فده كرقم يعني رقم يخد ومتالي هندعو الصحافة العالمية عشان يجوا لما نيجي نعمله بدأ العمل فيه فعلا مصنع الوزيد أه نتكلم على البنية التحتية بتاعته ده مش مفروض يتأخر على ما أتخذ 14 شهر ويكون خلصان هاي طب دي أخبار جهدة جدا ملف تدريب وتأهيل العاملين كمان في هذا القطاع بما إنه الدولة دلوقتي بتولي اهتمام كبير وعايزة يرجع بقوة بالتالي التدريب والتأهيل مهم احنا عندنا أربع مراكز تدريب في مصانع الغز والنسيق عندنا أهمها في المحلة الكبرى فده بيتم تغيير المعحد المؤسسة التدريبية دي بالكامل بالمكان الجديد اللي هو جاي بخواجات جايين من بره عشان يدربوا اللي هيدربوا العمال بعد كده فهنعمل علشان نقدر أن احنا ننقل عملية التدريب احنا بنتكلم على سبل تشغيل جديدة تماما على العامل بتاعنا بنتكلم على في حساسات في المكان مربوطة بالحسابات فأنا قصدي ده حاجة متقدمة جدا ولابد ان الناس انها تتعود انها على الانتاجية الجديدة بإذن الله بتاعتنا احنا رصدين تقريبا سبعين سبعمائة مليون جنيه للتدريب ده يديلك حجم اللي هيحصل في التدريب يعني ممتاز طيب واحنا لسه نتكلم عن اهم مقامة به الوزارة يعني او اهم النتائج اللي احنا وصلنا لها لحد الوقت من السنة اللي فاتت للسنة دي من 2019 مهم نتكلم عن شركة الدلتا للصلبة برضو سات الوزير كلمنا عن التطوير اللي حصل في الشركة ونتيجه ايه لحد دلوقتي الحمد لله ده احد يعني الحاجات المفرحة في شركات التابعة للوزارة احنا عرفنا في فقط عشر شهور ان احنا ننسف مصنع حديد التسليح الخط اللي كان موجود القديم وده كان خط معمول من سنة ستة وربعين بتكنولوجيا غريبة جدا زلنا وعملنا مصنع جديد بتكنولوجيا جديدة في عشر شهور 250 الف طن وفي يونيا الجاي بإذن الله هيكون رجبه 250 الف طن تانين يعني الطاقة بتاعتنا طلعت من حوالي 40 الف طن مخسر يعني ياريتو 40 الف طن بيكسب كان لأ كانوا بيخسرنا الى 500 الف طن طبعا بيكسبونا اضعاف اللي كان المفروض نكسبوه ده اول مرحلة المرحلة التانية برضو تعقدنا مع شركة هولندية على مسبك جديد والمسبك هيركب في منتصف 2021 بعد المشروعين بإذن الله ما يكتملوا بنتحول من خسارة حوالي 70-80 مليون جنيه في السنة الى مكسب فوق 220 مليون جنيه بنفس العمالة اللي موجودة اللي بشكرها على استمرارها في العمل على مدار على قل العقد الماضي اللي هو كانت ظروف تشغيل غير يعني إنشاء الجزء الأول من المصنع والحمد لله يعني هيبتدوا يجنوا ثمار الإصلاح ده ده بالنسبة للدلتا للصلب الوضع كان ايه وبقى ايه برضو شركات الأسمدة يعني كيمة الدلتا النصر للأسمدة قولي وضعهم كان ايه وهل كنا منتكبت خسائر كبيرة حجمها كان قد ايه وايه التطوير اللي حصل فيها يعني شرح لنا كده الصورة الدلتا الأسمدة اللي هي طلخة خسرانين السنة القبل يعني اللي فاتت 850 مليون جنيه تقريبا قدرنا إن احنا بالتطوير الذاتي في مجال الأمونيا إن احنا ننزل الخسارة بحوالي 400 مليون جنيه فبقى النهاردة 400 مليون جنيه في مشروع إن احنا بنحسن الكفاءة بتاعت اليوريا بنطلع منها من 65% إلى 98% ده هينتهي في آخر السنة دي بإذن الله نتحول بعدها إلى الربحية كيمة خلاص احنا بنفتتحها التجريب التشغيلي المستمر بقاله فترة والحمد لله وصلين للطاقة القصوى اللي هي 1200 تن أمونيا و1575 تن يوريا في المصنعين كيمة ودلتا عندنا مشكلة مع منتج أو وحدة بتنتج منتج منتج ثالث اللي هو النطرات النشادر من النايترك أست المصنعين أدام قوي الواتتين أدام قوي وفي دراسة النهاردة بتتعمل عشان نقدر أننا نتعاقد مع مقاول أنه يعمل لنا تجديد للوحدة دي سواء في كيمة أو في الدلتا بتمويل في واحد طلياني وفي واحد من تمويل من أحد البنوك المحلية بنتكلم على تقريبا 24 شهر عشان كده نبقى خلصنا كل ما يمكن عمله في الشركتين وبإذن الله تبقى العوائد محترمة إن شاء الله خلينا نروح لفاصل ستة الوزير وبعد الفاصل عايزة رجع كمان مع حياتك نتكلم عن السيارات وصناعة السيارات ونتكلم عن المنافسة مع القطاع الخاص يعني هل دا بيمثل تحدي ولا بيمثل حافز ولا الاتنين مع بعض خلينا نعرف الإجابة على هذا السؤال بعد الفاصل استنونا مع وزير قطاع الأعمال العام السيد هشام توفي أهلا بحضراتكم من جديد مستمرين في حوارنا مع وزير قطاع الأعمال العام السيد هشام توفي مرة تانية أهلا بحياتك بشكرك على الحوار سيدة الوزير المنافسة مع القطاع الخاص بتعتبرها أي يعني تحدي صعوبة ميزة بتعتبرها أي لا طبعا تحدي وتحدي كبير إحنا كنا بنشتغل كويس قوي كشركات قطاع عام يعني أو شركات مملوكة للدولة قطاع عام قطاع عام العام اشتغلنا حلو أوي لما كنا لوحدنا صحيح خمسينات وستينات دخلنا بقى في السبعينات والثمانينات والتسعينات لا الأمور اختلفت أخذوا مننا العمالة أخذوا مننا الإدارة اللي هي تربت وتدربت عندنا وبزغت العمالة والإدارة دي معهم وبالتالي لازم أواكب ده فبقى النهاردة لابد أننا أرفع كفاءة الناس اللي موجودة عني ضروري أننا أقيمهم أقيم اللي موجود مش هيفضل عندي حد درجة تانية لابد أرفع كفاءة الإدارة اللي عندي لأن دي اللي هي هتحمي استثماراتي وهتنميها ضروري بقى يكون فيه رؤية استراتيجية مش تنفيذ أوامر ضروري هو اللي يشدني ما يستنينيش أو يستنى الوزير أو يستنى الشركة قبضة علشان ايه تقول له أوامر لا دروي هو يجري ويبقى حريص على تهمية الشركة بتاعته فإحنا عملنا تقييم لـ 119 رئيس الشركة عندنا تمهيداً إلى اتخاذ الإجراء اللازم الكويس دروي أننا أططب عليه ودروري أننا أكافؤه ودروري واللي قابل للتدريب هيتضرب اللي مش قادر أنا متأسف جداً ولكن لابد أنه هو تخلي مكانك لحد يقدر أنه هو يشدنا معاه طبعاً ده دروي صاحبه تغير نوعي في الأجور لأن أجورنا أنا بتكلم بالذات على الإدارة العليا ما بتكلمش على الباقي لأنه الإدارة عدد محدود وعدد ضروري يتصرف عليه كويس علشان يقدر يشد الباقي ف بنحط معه استشاري يعني تنمية بشرية بنحط معه الأسعار السوق اللي موجودة على قد ما نقدر طبعاً ما بنديش كل حاجة في أجور سابتة ولكن أنا بتديله الأجر السابت المعقول اللي قدر يفتح له البيت بس ما كذبه هتيجي بعد ما يكسب اللي خليه يقعد معايا ويساهم معايا فإن أنا أقوم بالتطبير أنا أصدي يعني لو هياخد مية جنيه ضروري يبقى أعمل حسابه إن فيه أربعين هو الأساسي وستين هدهم لك لما أكسب مع المكسب فكرة إن أنا إن أنا كله في الأول في الأول لا ما ينفعش القطاع الخاص بيشتغل كده فإحنا رايحين لناحية دي طيب صناعة السيارات الأول فسر لي ليه دولة مهتمة يعني الحكومة الآن في مصر مهتمة بهذا الملف ملف صناعة السيارات وبرضو حضراتكم إيد دور بقى اللي بتقوموا بيد الوقت في صناعة السيارات صناعة السيارات صناعة مهمة صناعة فيها كثيفة العمالة إلى حد كبير بالذات لو تكلمنا على صناعة زي الأوتوبيسات والمركبات التجارية فهي صناعة مهمة صناعة لأن فيها مدخلات إنتاج كبيرة قوي ممكن تتطور محليا يعني بنتكلم على أقمشة بنتكلم على كراسي بنتكلم على كويتش بنتكلم على أزاز مليون حاجة وكل ما بتجبر الصناعة كل ما بتشجعي صناعات مغزية أكتر أنها تنزل في التفاصيل فأدي لك مثال مثلا أنا زرت في التسعينات زرت بي أم دابليو لأكتشف أنه هو ما فيش حاجة تقريبا بتتعامل جوه بي أم دابليو جوه المصنع كل حاجة بتيجي من بره صناعات مغزية كلها من صناعات مغزية فهي صناعة مهمة جدا إحنا بالنسبة لنا بقى كمان في قصة العلامة بتاعة النصر أنا عاطفيا متعلق بيها جدا أنا وكثير من المصريين يعني جيل كبير اتربى يعني على علامة النصر السيارات يعني بدء من العربيات 1300 في الستينات للـ 128 في السبعينات إحنا عشنا في حياتنا في الكلام ده وهمني جدا أنه العلامة ترجع تاني لقيها ماشية في الشارع ده بإذن الله هيحصل مع هترجع علامة النصر السيارات ده قولا واحدا نقناها في الصين مميزاتها إيه مواصفاتها إيه إلا يخلي المواطن يشتريها لا مواصفاتها هي كهرباء فبنتكلم على والكهرباء هي المستقبل الكهرباء ببساطة شديدة لو بتمشي 10,000 كيلو بعربية اللي احنا هنجيبها دي انتي بتتحوشي 8,500 جنيه في كل 10,000 كيلو 6,000 جنيه من فرق البنزين من الكهرباء اللي انتي هتدفعيها فرق جبير و2500 اللي هو السيرفيس اللي التعملي لأنك مش محتاجة تعملي سيرفيس لا فيه فلاتر ولا فيه بجهات ولا فيه زيت ولا فيه كلام ده خالص فانتي طبعا بالإضافة إلى أنه الأعطال بتاعة العربية البنزين احتمالاتها أكبر بكتير من العطلة بتاعة العربية الكهرباء فبالتالي الوقت اللي بتضيعيه فيه عند الميكانيكي أو في الورشة ده له برضو له سعر فلنتكلم على إنك بتتحوشي 8,500 جنيه في العشرة تلاف كيلو لو بتعملي 40,000 كيلو في السنة وده رقم مش جديد أو يعني يبقى بتكلمي على 35,000 جنيه في السنة يعني في 3 سنين 100,000 جنيه ده كأنك جبتي عربية جديدة بإذن الله احنا اخترنا العربية العربية بتعمل تقريبا 450 كيلو من الشحنة للشحنة يعني بتمشي بيها 450 كيلو بتتشحن البطارية في حوالي 7 ساعات وهي شكل واحد موديل واحد ولا هيبقى فيه يعني تنوع فيها لا احنا عشان نقدر السعر يبقى كويس احنا بنجيب شاسية واحد بموديلين واحد للتاكسيات وواحد أعلى شوية للركوب للاستخدام الشخصي طب والتعاون في جزئية السعر الكهرباء ده بيتم مع إحدى الشركات الصينية مش كده اللي استثمار في القطاع نقينا شركة بس يعني ده أقولها أنها تقوم في الصين في وهون دي في نفس البلد اللي فيها كورونا أنا كنت فيها في سبتمبر فأنا هناها العربية العربية هي من قعدوا سنين ينتجوها مع شركة يابانية وهي من أحسن العربيات اللي بتباع على مستوى العالم العربية الأصلية هم أخدوها أخدوا كل التكنولوجي اللي فيها بالعكس عملوا بحوث وتطوير على العربية الأصلية وهي دي العربية اللي احنا بنجيبها بس هنجيبها كمكونات وإحنا نجمعها بأيدينا وهنحط عليها العلامة نعمة مفروضة إنتيبقى عندنا أول سيارة نصر كهرباء مصرية خليني أقول أنه إحنا بنأمل إن إحنا في الربع التالت خلاص نبقى وتوصلنا للاتفاق النهائي معهم وبعدها بسنة يكون المصنع جاهز إنه هيندك هيل المصنع بتاعنا حلوان مصنع رائع مساحة كبيرة جدا فإحنا حتى مش محتاجين كل المساحة بتاعة المصنع علشان نعمل إحنا الرقم اللي هنعمله 25 ألف عربية كهرباء ده اللي هنبدأ بي أو اللونشين يعني ممكن نصل إلى أكتر من كده إنما التارجب بتاعنا هو 25 ألف عربية وبإذن الله على بنقسم المصنع بيبقى فيه جزء تاني كبير علشان موديل تاني يتعمل مش كهرباء بقى بالاشتراك مع شركة أخرى وعندنا النهاردة شركتين مقدمين للتعاون في حد فيه حاجة أسيوية وفي حد محلي هنا بإذن الله يعني بإذن الله سنة 21 هتشهد قيام شركة النصر تاني بتاقتها أكتر من الطاقة اللي كانت موجودة بكتير تطوير شركة الهندسية للسيارات كمان يعني نقدر نقوله مرتبط حدثنا دلوقتي حاب نتكلم فيه عن السيارات لا إحنا يعني يعني جالنا طلبات أكتر بكتير من الهندسية الهندسية أصلها فيها تصنيع يدوي وفيها تصنيع يعني قيمة مضافة أكتر بكتير جدا من السيارات الركوب العادية نتكلم على بصات بتعتمد على إن إحنا نجري نسوق علشان نجيب مشروعات فإحنا جرينا سوقنا وجبنا مشروع مثلا بننتج 105 أوتوبيس لصالح أحد شركات القوابط بتاعتنا في النقل البري والبحري فجبنا 125 أوتوبيس من الصين قلنا لهم 20 هيجوا كاملين و 105 هنصنعهم في الهندسية للسيارات الأهم من كده إن إحنا بنغير الإدارة علشان نجيب ناس من السوق من صناعة السيارات علشان يقدروا يجروا يعملوا التدريب اللازم يعملوا التسويق اللازم علشان لما حتى المستثمرين يجوا يبقى فيه ناس يعرفوا يتعاملوا معهم كويس أوي خلينا نروح للإصلاح الإداري بقى ستة الوزير يعني كلمني عن ملف الإصلاح الإداري للقطاعات يعني القطاعات الخاصة بهذه الوزارة المهمة إيه اللي تم في الملفة لحد دلوقتي طيب الأول أنا عايز أتكلم عن قانون نبدأ بالقانون والإصلاح التشريح هي القانون مهم أوي إحنا بنشتغل تبع قانون اسمه 23 23 ده جاء علشان يبقى خطوة ما بين شركات قطاع العام اللي هي تعملت في الخمسينات والستينات وبين القطاع الخاص ولكن هو ما تحركش من ساعة ما تعمل سنة 91 وهو زي ما هو كان فيه عيوك كتيرة جدا تم اكتشافها مع الوقت ومع ما جيئي أنا جيت لقيت الملف ده كان الوزيرين السابقين اشتغلوا عليه بس أخدته جريد بيه شوية وكملته علشان يعني نستفاد من الإصلاحات والتعدلات اللي هتتعمل الكلام ده قاعد سنة بيتم منقشته مع كافة المستويات الأول في خمس الرئيس طبعا هو اللي أخدت منه الإشارة إنه هو أكمل وبعدين ما سبناش حد في البلد ما كلمناهوش عليه واتنقشنا معشان نوصل للمقترح النهائي وهو فعلا جاهز النهاردة اللي العرض بإذن الله الأسبوع الجاي يعرض على مجلس الوزراء ومن بعده بإذن الله على مجلس النواب لإقراره أنا عايز أقول لحضرتك إنه ده هتبقى بداية لانطلاقة شركات قطاع الأعمال العام لأن النهاردة عندنا كأنك مقيدة نفسك بسلاسل ما تستطعيش الفكاك منه هل إن القانون وقت مصدر كانت الظروف مختلفة فيمكن ما بقاش مناسب لوقتي ولا هل هو من البداية كان فيه مكبلات ما أنا أقول لحضرتك هو اللي عمله عمله هو خايف يقول أنا ضروري نفس قطاع خاص فأنا هروح للقطاع الخاص فكان مكبله من الأول مكبله من الأول بالإضافة أن فيه حاجات اكتشفناها وإحنا ماشيين فعالجنا الحمد لله الكلام ده كله يعني بإذن الله يتم فيه الدورة دي المجلس النواب اللي نحن نعمله بحيث أنه 1-7 دي السنة المالية بتاعتنا في الشركات بإذن الله نكون بنطبق يكون بيشتغل يعني يتم العمل دي لأن ده هيفتح الباب لحاجات كتيرة قوي لها علاقة بالأرباح لها علاقة بتمسيل المساهمين في مجلس الإدارة لها علاقة في تحفيز المجلس الإدارة يعني مجلس الإدارة اللي بيشتغل ممكن أن أنا يعني يبقى فيه محفزات فيه محفزات أو أنه يعني فكرة الهيرورفاير واحد كويس أقدر أن أنا أزوده أثناء العقد بتاعه واحد لا لقيته أنه هو راكن لا ممكن أغيره مش هستنى ثلاث سنين مدة المجلس بتاعته لحد ما يتغير لا أقدروا يتغير يتغير دلوقتي طبعا لقد عطلني عندنا حاجة مهمة جدا أنه هو استمرارية الخسائر لما جيت لقيت أنه فيه 48 شركة من المئة وعشرين شركة اللي تابعي خسرانين ومش خسرانين بس رسمالهم ده خسرين رسمالهم كان 16 مليار جنيه على فكرة ومديونين ومديونين ب42 مليار يعني خسروا 58 مليار جنيه ده رقم يعني حضرتك لما جيت لقيت المديونيات الشركات القطاع العام لا مش مديونيات بس أنا بكلم عن 48 يعني كمش على الباقي ده مش الباقي كمان لا أنا بكلم عن الخسائر اللي حصلت يعني خسائر تم تمويلها بمديونيات فشركات مستمرة لعشر سنين أو أكتر بتخسر وتخسر أرقام كبيرة جدا ومفيش حد بيوقفها فقلنا لا أنا مش هتركها لوزير أو لحد من دماغه طب عملت إيه الرقم ده ستوزير الرقم هتعامل معه بس القانون هيمنع أنه شركة خسرانة تكمل يعني أنت بتعملي شركة مش عشان تقبضي ناس أنت بتعملي شركة عشان الشركة تكسب ولما تكسب تقدر يتقبضي وتدي للعاملين وللإدارة عنيك إنما المساهم ما ينفعش أنه هو يخسر فلوسه وفوقيها فلوسه وتبقى مستمرة كأنها عزبة لا هي مش عزبة كل واحد مسؤول عن إدارته كل واحد مسؤول عن شركته أعتقد ده النظام اللي ماشي في كل دول العالم يعني حتى كانت شركات قطاع عام ولا إيه ده اللي ماشي في قطاع الخاص فدي أهم ما جاء يعني أو سيأتي في هذا القانون بإذن الله في القانون وحاجات تفصيلية أخرى طبعا في مزايا للعاملين زي إيه خلينا نجل فكرة النهاردة أنا بقول له أنت في حاجات يعني أنا بصيت في المئة وعشرين شركة بتوعي لقيت تباين في اللوايح غريبة ففي ناس ما بتاخدش حاجة خالص وفي ناس بتاخد حاجات ما أنزل الله بها من سلطان قلنا لأ إحنا عايزين نوحد الحاجات الأساسية كلها لابد كل واحد بيشتغل في شركة ده روي أخدها يعني في حاجة اسمها منح ومناسبات اللي هي رمضان ودخول المدارس ومش عارف إيه والكلام ده كله لقيت ناس ما بتاخدش خالص لا الناس هتاخد أربع شهور من الأجر الشامل بتاعه ده مش هيستنى مجلس إدارة شركة ولا مدير عشان يمن بيها عليه القانون هتديله أو اللايحة بتاعته هتديله الحق فيه كلام اللايحة هتديله حق فيه شهر أجر شامل للمواصلات مثلا إنما لما نيجي ما دون ذلك ضروري بقى عشان تاخد إسابة وحوافز ضروري تكون الشركة بتكسب يعني ما ينفعش تاخد مزايا إضافية قبل ما تكون الشركة بتكسب وفي الحالة دي هتاخد نسبة من الربح الشركة تصرفه أثناء السنة وفي آخر السنة هتاخد أرباح عشرة في المية النهاردة القانون بيقول عشرة في المية بحد أقصى 12 أجر 12 شهر لأ إحنا هنفتح ده من نسبة للعملين إحنا هنفتح السقف السقف ده وديله إن شاء الله كان 60 شهر هياخدهم طالما كسبني كمساهم لأ أنا هياخد حقه قبل ما أنا أقض حقي كمساهم ففي حاجات يعني هتريح العاملين جدا هتعدل بين العاملين في الشركات المختلفة تخلي الشركة اللي بتكسب العامل بتاعها بياخد كويس أوي الشركة اللي ما بتكسبش لأ هي الشركة اللي بتكسبش مش هينفع أننا نديلك حاجة من جيب المساهم يعني ممتاز فإرساء مبدأ اللي هو الأجر بالإنتاجية ده كل ما بنسمعها بأن طويل أو بس عمرنا ما طبقناها لأ جيه الوقت إنها تتطبق ممتاز خلينا نروح لفاصل سيدة الوزير وبعد الفاصل نريع نتكلم عن الإصلاح الإداري الخاص بالكيانات والقطاعات التابعة للوزارة إيه اللي تم فيه هذا الاتجاه هنكمل مع وزير قطاع الأعمال العام السيدة شامتة وفيق ولكن بعد هذا الفاصل استنونا أهلا بحضراتكم من جديد مستمرين في مواجهتنا مع السيد وزير قطاع الأعمال العام الأستاذة شامتة وفيق مرة تانية بشكر حياتك سيدة الوزير على اللقاء وخليني أفهم من حياتك إيه اللي تم فيه ما يخص الإصلاح الإداري الخاص بالكيانات والقطاعات التابعة للوزارة طيب بصي فيه أول لما جيت عملنا لكل شركة عمل التحليل ما يسمى الـ SWOT أناليسي المخاطر الفرص النقاط القوة والطعف علشان نعرف العيوب اللي عندها إيه في كثير من الأحوال لقينا أنه الشغل الأساسي اللي المفروض تعمله ما بتعملوش والشغل اللي مفروض يتعمل فيه ست خطوات بيتعمل في عشرة لقينا أنه الحسابات لما بتيجي تتقيد فيه حسابات ما يسمى حسابات مالية وفيه حسابات تكاليف إحنا شطرين قوي في الحسابات المالية اللي هي لأنه فيه مرائب حسابات قوي اللي هو الجهاز المركزي للمحاسبات هو اللي حطت القواعد أما لما تنزلي two levels تحت هتلاقي أنه الأرقام بتتحط طبقا لرؤية المحاسب اللي جي النهاردة يعني ممكن النهاردة واحد جيه حط الأرقام بطريقة لو أخذ أجازة اليومين الجايين وجيه واحد تاني وحطها بطريقة تانية فإحنا رجعنا لأبجديات الحسابات يعني عملنا ورشة عمل ل 120 شركة كانوا وقتها رؤساء مجلس الإدارة والمديرين الماليين وبعدين الصناعية اللي تحت اللي بيدخله القيوب بتاعتنا علشان نفهمهم لا ده في حاجة اسمها محاسب التكاليف وفي حاجة اسمها دروي تحط بالطريقة الفلانية ولما تيجي تحسب تكلفة تشغيلة دروي تحسبها بالطريقة الفلانية ما تحسبهاش بالطريقة اللي انت ماشي بيها النهاردة كمان رحنا للجهاز المركزي المحاسبات وقلنا له الطريقة اللي هي معمولة بيها النهاردة الكود الحسابات مش أحسن حاجة للمساهم لا عايزين نعمل واحد 2-3 وكان في لجنة من ناس أفاضل عندنا ده كثير الجامعة وناس في الوزارة ووصلنا إلى تغيير لأكواد الحسابات للمالوش قوي في الحسابات أنا بقول الحسابات دي هي اللي بتديلك صورة واضحة جدا لأداء المدرين لو الصورة دي جت متأخرة سنة أنت ضيعتي الشركة لأنه هيبقى الخطأ استمر معاك لمدة سنة فأنا ضروري بصورة شهرية ضروري أعرف أداء الشركة في خط خط وفي وحدة وحدة عامل إيه علشان أصلح الخطأ وإيه اللي هنتهي بإيه بالنسبة بفوت على نفسي فرصة كبيرة فالأساس ده اللي احنا تبدينا منه إن احنا بنقول للناس يعني إيه حسابات يعني إيه تكاليف يعني إيه انت كسبان يعني إيه انت خسران علشان الثقافة اللي أولناها تتعامل الخطوة اللي بعدها إحنا قلنا مش هنضروري نميكن المنظومة دي مش منظومة الحسابات بس منظومة الحسابات المخازن المشتريات المبيعات ما يسمى السي أر أم اللي هو بيانات العملة الإنتاج وبالتالي جبنا كبرى الشركات العالمية علشان نحط فيه تلاتة وستين شركة من المية وتسعتاشر شركة بتاعتنا اللي هي الشركات الأكبر يعني والأكتر تأثيراً بننفذ منظومة الإيه أر بي في تلاتة وستين شركة في العادة ممكن تقعدي في أنك بتركبي إيه أر بي لمدة سنتين ثلاثة لا إحنا عملناها إن إحنا هنركب التلاتة وستين بإذن الله في أقل من سنتين يعني باستخدام أساليب غير تقليدية بس الحمد لله بنعملها مع استشارين دوليين بنعملها مع موردي الصوفت ويرز الشركات الكبيرة العالمية والسيستم انتجريترز اللي هما اللي هيركبوا النظام الإيه أر بي في التلاتة وستين شركة ده هيحدث نقلة نوعية للشركات وللشركات القبضة اللي هي بتدير الشركات دي علشان يقدروا زي ما قلتلك يقوموا الأداء بتاعهم ويرقبوه بصورة كاد تكون لحظية أنا تكلمت حضرتك على تقييم الإدارات اللي موجودة وأنا بعمل عملنا تقييم للـ 119 وبنعمل النهاردة تقييم للناس اللي تحتهم يعني بتكلم على ستة إلى سبع مديرين أو رؤساء قطاعات في كل شركة من الشركات الهدف إن أنا أحصل على أحسن الكفاءات اللي هي تقدر تساعدني إنها تعمل طيب سابت الوزير كلمنا عن برنامج جسور اللي بتتبنى الوزارة إيه هو البرنامج ده وإيه الأهداف من وراء جسور هو زي ما بيقول هو جسور بين مصر وبين دول العالم اللي ليها علاقة بالتجارة الخارجية بتاعتنا سواء هي تصدير أو استيراط الجسر الأول بنبنيه بين العين السقنة وشرق أفريقيا من روح لمنبسة ومن منبسة بنختار مكانين في دولتين بيتم اختيارهم النهاردة علشان نعمل المخازن بتاعتنا فالجسور هي عبارة عن خمس خدمات بنقدمها في حزمة واحدة واحد النقل البري يعني لو عندي مصنع بيصدر في برج العرب مثلا وعاوز يصدر تلت تلاجات فباخد التلات تلاجات من باب المصنع بتاعه بنقلها بالنقل البري إلى ميناء السقنة من ميناء السقنة في الخدمة التانية اللي هي التجميع تجميع التلات تلاجات وعشر غسلات في كونتينر واحد ثم التخليص الجمركي دي الخدمة التانية الخدمة التالتة هو الشحن البحري من السقنة إلى منبسة في كينيا الخدمة الرابعة هي التخزين في أحد المخزنين اللي قلتلك عليهم حسب البضاعة رايحة الآن دولة ثم الخدمة الخامسة اللي هي بتكمل الكلام ده كله هو التأمين يعني الراجل وهو بيسلمني المصدر المصدر التلات تلاجات بتوقعه في برج العرب بتديله وثيقة من شركة التأمين بتاعتنا على المنتج فده جسور بيعمل زي ما تقولي شريان بين البلاد اللي بتصدر لها وبتستوردي منها وبين مصر إنما الأهم من الشريان هو الدم اللي هيمشي في اللي هي البضاعة فإحنا هتمينا جدا بعملية إن إحنا إحياء تاني الموضوع إحنا عندنا شركة كبيرة اسمها النصر للسرد والتزير بنعيد هيكلتها بالكامل عشان نقوم فعلا بعملية ضخ الدماء بين مصر وبين بقية العالم فبنعمل مراكز المراكز زي جنب المخازن اللي إحنا بنتكلم عليها بالنسبة لشرق أفريقيا هتكون شركة النصر مع قطاع خاص هتبقى شركة بعشر مليون دولار رسمالها وهتتولى تعريف المستهلكين اللي هو المستوردين للبضاعة المصرية تعريفهم بالبضاعة دي وبيع البضاعة دي ليهم واستلام الفلوس علشان تتحول إلى المصدر اللي هو في مصر فدي شركة نشطها الوساطة والتسويق هتشتغل من على أرض المخزنين اللي موجودين في شرق أفريقيا في حوالي تسع أو عشر دول في أفريقيا ودي هنشتغل يعني على أساس بي تو بي مش للبيع للأفراد بيع لمؤسسات أو تجار جملة في الأسواق دي هما اللي هيقوموا بعملية التوزيع كل دوري أن أنا أوصل لهم ببلاتفورم بقاعدة يعني بقاعدة أو بآيباد آيباد عليه مصر عليه كل اللي ممكن أنه هو مصر توفرها مصر دي يعني الورشة الصغيرة مش المصانع الكبيرة فأي حد عنده منتج كويس وبيعتقد أنه هو يقدر أنه هو يصدره بسعر مقبول هندعو الشركات دي إنها والورش الصغيرة دي إنها تحط البضاعة دي على الآيباد بتاعنا وناخده ونسوقه هناك في المقابل وإحنا بنشتغل هناك هنبقى عارفين الورش اللي في مصر دي كلها محتاجة إيه من بره إحنا بنجيب حاجتنا برضو يعني لو بصدر بمية فيه خمسة وستين بابقى جايب الحاجة دي من بره بس بدل ما جيبها من الخواجة اللي قاعد في دبي ولا في الهند ولا في باريس ما جيبها من أصلها اللي هي في أفريقيا فحاول أن أنا أحط على نفس البلاتفورم دي أحط للناس اللي هي بتستورد في مصر إيه الحاجات اللي محتاجاها علشان ممكن أجيبها لها من مصادر أخرى أقل سعراً وأكثر جودة فبنخلق شركات التسويق والتجارة عشان أقدر أن أنا أصل ونافس الصينيين والهنود وأخيراً الإسرائيليين اللي تدوا يبيعوا والأتراك طبعاً اللي بيبيعوا في الأسواق دي وأصل إلى عمق أفريقي اللي بعمله في شرق أفريقي ده أول جسر ما بين السخنة أو مصر وشرق أفريقيا في جسر تاني بإذن الله قريب جداً مع غرب أفريقيا ثم فيه مع جنوب أوروبا عشان أقدر أصل للتلاتة دولة فده مشروع جسور ممتاز خلينا ننتقل لملف تعظيم الأصول غير المستغلة والاستفادة منها كلمنا أكتر عن اللي بيتم وده بيحصل إزاي والهدف من وراه هل هو توفير التمويل أغراض صناعية كلمنا أكتر في الجزئية دي ساتة الوزيش والحقيقة الأحد يعني معالم شركات قطاع الأعمال العام إنها بعضها خسران بعضها مديون كتير قوي إنما أغلبها عندها موارد غير مستغلة يعني أدي لك مثل مصنع الدلتة اللي احنا نتكلم فيه للسلب تتعمل سنة 1946 1946 على تمانين فدان التمانين فدان النهاردة لقينا إنه فيه أكتر من 30 فدان غير مستغلين تماماً من ساعة ما تعمل المصنع يعني مش دلوقتي بس وال30 فدان دولت بقوا فيه وسط الكتلة السكانية قلنا لا أنا هقطع الثلاثين فدان دولت هما 32 فدان بالزبط وهعمل شارع بين المصنع الجديد لأنه كمان المصنع الجديد داخل بعدة جديدة وبآلات جديدة اللي انبعاثات منها تكاد تكون معدومة فأنا بتكلم على إنه بعمل تطوير عقاري في المنطقة دي ال32 فدان دول بيجيبولي أكتر من التكلفة الاستثمارية بكتير يعني أنا بعمل تطوير عقاري بس محتاج قبل ما أعملها أن أنا أغير استخدام الأرض من صناعي إلى سكني خدمي وأطلع الرخصة وأعمل واطرح المشروع في مزايد فالإجراءات دي حطناها وأخدنا عليها موافقة الرئاسة أنه هو اتعملت لشركات قطاع الأعمال زي كده فاست راك علشان أقدر أحول الأراضي بتاعت دي حصرت الأراضي دي كلها رفعتها وعملت الخرايط وقدمتها وحصلت على الحمد لله يعني بدعم رئاسي على تغيير الاستخدام ديها وبنطلع الترخيص بتاعتها عشان نقدر نحن نبيعها العوائد البيع دي هتوجه إلى سداد المديونيات وفي نفس الوقت تمويل المشروعات وعندنا مشروعات الحمد لله يعني طموحة جدا فإنما عشان البيع هياخد وقت قد ياخد 3-4 سنين الكميات الأراضي كبيرة يعني ففي توجيه أنه لابد أنه نمشي بطريقة منتظمة ودروا يبقى فيه حصول على تصديق الأول عشان ما يحصلش بس يعني لخبطة في السوق طب سيدة الوزير إيه اللي تم فيه ما يخص تسوية المديونيات يعني للشركات القطاع العام حتى الآن يعني الجهود وصلت لفين يعني القليل جدا هو اللي فاضل احنا سوينا حاكتين كبار جدا مديونيات البنك الاسمار القومي بعشرة واربعة من عشرة مليار جنيه مع البترول بحوالي 11.5 مليار جنيه دي الحاجات الكبيرة فاضل اتفاق صغير مع الكهرباء ده يعني هيتعمل على ما اعتقد الاسبوع الجاي وكده نبقى فاضل لنا حاجات صغيرة جدا فاضلة مع التأمينات الاجتماعية لازال مع بنك الاسمار القومي حاجة بسيطة فخلينا اقولك ان احنا عملنا على الاقل 80% من التسويات فدي الارقام كانت كبيرة احنا متكلم على فوق الـ 34 مليار جنيه فالارقام كانت كبيرة دي اخبار كويسة جدا طب الشراكة كمان مع القطع الخاص فيما يخص تنمية يعني الاصول وتطويرها بحيث نقدر ان احنا نستفيد منها بشكل اكبر شكل الشراكة دي ايه شوف يا سيدي هي بتختلف من حتة لاخرى ففي حاجات اولا الشراكة ضروري تبقى على اساس ان احنا الاثنين مستفيدين فانا مش عايز استفاد على حسابك ولا العكس ولا العكس فبالتالي بنقول ايه؟ ففي حاجات واضحة قوي يعني في حاجات مثلا احنا عندنا شاركة للإطارات صناعة الإطارات السيارات اللي هي نسر كانت والبراند بتاعها يعني احنا قلنا عايزين نجيب حد خبير في الصناعة يعني ما يهمنيش الفلوس قد ما يجيب ان انا شريك معايا بحيث انه الصناعة دي كمان خمس ست سنين هيبقى فيها مستحدثات فما يجيبش ان انا نعزل عن الصناعة العالمية فوجود واحد من الصناعة العالمية معايا هنا بدور على النوع ده من المستثمرين في الغازل والنسيق انا شاطر قوي في الحليج شاطر في الغازل والنسيق في خبرة متراكمة كبيرة جدا في مصر انما ما عنديش السباغة والتكيس فقلت لا انا بدور والنهاردة ده اللي بنعمله النهاردة بدور على حد غالبا هيبقى يا اما من ايطاليا يا اما من الصين والهند تحديدا علشان يجي يدرلي المصانع الجديدة ودي هتبقى مصانع عملاقة بعقد ادارة ولو عاوز شراكة اهلا وسهلا هدخله معايا علشان اضمن استمرارية او استدامة التصنيع الجيد خدي بالك لو السباغة والتجهيز متعملتش كويس انتي بتبوازي الغزل والنسيج اللي اتعمل قبل كده فانتي غير مسموح بالخطأ في القصة دي ولو حد اخد بضاعة منك واكتشف انه هو اي مرحلة من السلسلة دي اتقطعت واهمها السباغة والتجهيز انتي خلاص ضيعتي الزبون ده فاحنا بنا استثمر لاستثمرات دي واحد وعشرين مليار جنيه علشان نتأكد انها مفيش حلقة فيها هاتبوز فاجابين مستثمر لادارة المصانع النقل نفس القصة الجسور احنا شركاتنا بتعمل مكونات الخدمة دي كلها بس انا مش عايز ابتدي بمستوى خدمة اقل فالحل ان انا جيب مدير عالمي عشان يدير جسور بعقد على الاقل اربع سنين واقعد معاه اتعلم واعلم كوادري بحيث ان انا استلم منه خدمة رائعة بعد تلات اربع سنين علشان اخصلك اي في اي مجال بمدي ايدي لقطاع الخاص لان القطاع الخاص هو سابلنا الى التأكد ان التطوير ده هو مستدام اخيرا بقى لما الشركة بترتفع ارادتها وخلاص بقى بقى متطمن ان انا عملت المطلوب ان انا حولتها من الخسارة الى المكسب ومكسب معقول بنبتدي مفكر انه طب وانا قاعد فيها ليه طب انا ممكن ان انا اخرج منها عشان اخش في شركة تانية مش عشان اخرج على طول فهي فكرة ان هو الدولة تبقى مطور صناعي ده دروي تبقى الفكر ده موجود عندنا يعني انا مش هعمل مصنع ابنيه علشان اقعد جنبيه خمسين سنة لا انا ممكن اعمل مصنع وبعدين في مرحلة ما ابيع جزء منه واخش في مصنع تاني وهكذا زي زي القطاع الخاص ده متهيق يعني بيلخص التوجه للقطاع الخاص ممتاز احنا وقتنا انتهى بس انا في اخر سؤال مهم بس اسأل حياتك عن التطوير الخاص او اعادة هيكلة شركة مصر السياحة وشركات التأمين والادوية يعني حتى لو تدينا فكرة سريعة عن وصلنا الفين في ده طيب شركة مص السياحة ده كان احد النمازج اللي انا قلت لحضرتك عليها انه دروني نتعلم ازاي نعمل سياحة احنا تطوير كامل وخلاص خلص الاستشاري احنا بنقش المناقشة التانية في تطوير الشركة احنا بنبني شركة علشان نقدر ان احنا نوصل السياحة للبيت المصري السياحة السياحة عندنا مش اجنبي لا السياحة السياحة داخلي قبل ما يكون اجنبي مهمتي ان انا اوفر النزهة والرحلة بتكلفة معقولة جدا وكوالتي عالية جدا وادوات بيع عصرية على الموبايل بتاعك تقدري في ربع ساعة انك تحجزي وعربية تيجي تاخدك وتروح وتقدري انك تشتكي وبنخلق البلاتفورم دي سمناها طوف وشوف بالمناسبة دي أبليكيشن موجودة على الموبايل هتبقى موجودة بتتعامل النهاردة ده البلاتفورم بتاعة مصر السياحة بتكتب بالعربي ولا بالانجليزي ولا نجرب هي 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 لسه ما تلعتش فلسه هتكون تحت تحت التطوير يعني ده علشان نمكن المصريين ان هم يتفسحوا ويزوروا ويروحوا ويشوفوا أصار يعني يعني تخرجهم من اللي هم فيهم ويستكشفوا بلدهم هم والأجانب اللي بيجوا والعرب اللي بيجوا ففكرة ان انا بعمل ما يسمى product development او تطوير منتج استخدمه في كافة الطرق البيع بتاعتي دي فكرة بتتعامل النهاردة في مصر السياحة قاعد ان في خلال 12 شهر هتبقى في شركة جديدة تماما اسمها مصر السياحة التأمين احنا برضو كنا من 30 سنة كنا لوحدنا النهاردة بقى الحصة السوقية بتاعتنا نزت عن 49% الاسم جوهرة مصر التأمين ومصر التأمينات الحياة بنبزل كل والحقيقة يعني احب حي العاملين في الشركتين زائد الشركة القبضة على الأداء اللي تعمل برضو بتحصل اعادة هيكلة للأخذ بأدوات العصر الجديد يعني وجود منتجات تأمينية مستمرة قدرة على الوصول والتسويق للمنتجات بحيث تأمين تأمين كلهم كلهم تحولوا للمكسب النهاردة مجموعهم كانوا بيخسروا 200 وحاجة مليون بقم بيكسبوا 300 مليون في خلال السنة اللي فاتت الحمد لله بمساعدة العاملين والشركة قبضة تانية ومساعدة وزارة الصحة اللي هي أعادة تسعير بعض المنتجات اللي كانت مخسرة بشكل يعني رهيب بالنسبة لشركتنا فأخذنا نفس شوية كان فيه ديون لنا عند وزارة الصحة ابتدينا نخدها وبالتالي فوقنا شوية عندنا حصرنا كل احتياجات اللي مطلوبة للسيانة السيانة المعقولة مش السيانة التقيلة حتى نتكلم عندنا مليار ونص محتاجينها علشان نعمل أقل قليل عشان نقدر نستمر ونقدر نصدر في حاجة في الصناعة اسمها جي أم بي جود مانيفاكتشرينج براكتس كثير من خطوط انتاجنا ومصانعنا ما كانتش على المستوى فما كناش قادرين ان احنا ننتج أو نصدر النهاردة مع صرف الفلوس دي بإذن الله ان احنا نقدر نضاعف صادراتنا بأرقام كبيرة ان شاء الله انا بشكرك شكرا جزيلا معالي الوزير هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بشكرك على هذا الحوار وكل المعلومات والتفاصيل حيثك اختصتنا بها في المواجهة وبالتوفيق دايما ان شاء الله شكرا لحضرتك وبشكر حضرتكم ودي كانت مواجهتنا النهاردة مع السيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اشوفكم ان شاء الله في مواجهة جديدة الى اللقاء